علموا أولادكم إن هؤلاء الناس لا يفعلون هذا لدين ولكن يفعلون هذا ويستخدمون الدين علموا أولادكم إنهم ما يستخدموش الدين ولا يتلعبوا به علموا أولادكم إنهم ما يتمسكوا بقيمهم سيدنا أبو بكر لما تمسك بقيمة الصدق بقى الغايد دلوقتي الناس بتتمنى إنه يتشوفه في المنام بتتمنى إنه يتقابله ليه طيب؟ لأنه بقى أصبح رمز للصدق واستمر في الصدق في كل حياته ما كانش بصدق في موقف واحد بل كان صادقا في كل مواقفه فعلموا أولادكم الصدق فإن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي إلى الجنة فعلموا أولادكم أن القيم تفتح عليهم باب سعادة الدنيا والآخرة الأمر الثاني مش بس تعلموا أولادكم القيم لكن علموا أولادكم كمان أنهم يثبتوا على الحق ما يتلعبش حد فيهم هو بيشككهم وهو بيقول لهم إذا كنتم أصحاب حق إيه الناس دي بتنتصم مين قال إن الناس بتنتصم ومين قال إن الناس دي أصحاب حق بالعكس صاحب الحق ممكن يظلم لكن يفضل ثابت على حقه يرفض التهجير ويفض أن أي حد يخرجه من دياره ويتمسك بأرضه وعرضه تالت حاجة لازم نعلم على أولادنا إن الصدق دايما في كتير من الأحيين حد يجي يشكك فيه فمتهتمش خالص بأي حد يجي يشككك في اللي أنت فيه لكن اهتم كويس أو إزاي تعيش بقيمك وأخلاقك في كل حياتك يا رب اجعلنا من الصدقين واجعلنا ننزل في ملتبة الصدقين مع سيد مرسلين صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا في أمانك وفي حفظك وفي ضمانك يا رب العالمين يا أكرم الأكرم هيا